أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بشكل الأمثل وذلك توسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة جاء ذلك قلال استقباله وفدا من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبية لبحث سبل تعاون المشترك وأوضح الوزير أن تطوير الشبكة القومية الموحدة والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة يهدف لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاتات الكربون